شهد سمشي خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشبابي ورياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة شهد منافسات دور ثمانية للنسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهوات التي نظيمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة على صالة أرينا سبارتا بالعاصمة التريكية برايج والتي تستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل في القارة الأوروبية تميزت البعثة البحرينية بمشاركة فريدة لقبت بالقوية ففي ربع نهاء بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة رفع عالم البحرين خفاقا وبعثر أقلاما وأوراقا فقد فرض فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة نفسه بأدائه المميز وذلك بعد مشاركة المقاتل حمزة زريرة بوزن 61 كيلو جرام في النزال الذي جمعه بالمقاتل البلغاري راشيف في الدور ربع نهائي من البطولة قدم خلاله أداء قوي إلى أن قرار الحكام جاء قاسيا ورجح كفة خصمه في النزال اليوم يعني لعبين حمزة زريرة وحسين عياد أدوا أداء الصراحة الرجولي يمكن لاحظنا أن المباراولة كانت بالنسبة لحق حمزة زريرة ولعب مع ثلاث الأشواط ولآخر لاحظة إحنا كنا متوقعين أنه هو الفائز لأن لاعبنا سيطرة على اللاعب الثاني في جولتين وكان هو الأفضل لجولتين لكن هذا قرار الحكام حسين عياد أعتقد هذه يعني ما أدري ما أقول لك لكننا اليوم كنا كل شيء متأسفين على اللي صار رغم أنه هو كسب للجولتين أولتين إلا أنه في لحظة قافلة من حسين جاءت ضربة مفاجئة من اللاعب الكازاخستاني والله الفائز لعبت بشكل زين عده سويت لأهلي سويت كل شيء وكنت متوقع أنا كنت متوقع روحي أن أنا فايز بس القرار راح عند الحكام ومن الجانب الآخر خاض المقاتل حسين عياد المشارك بوزن 56 كيلو جرام في ذات الدورة نزاله أمام المقاتل الكازاخستاني بريك شاباسيف واستطاع السيطرة على الجولتين الأولى والثانية إلى أن الحظ لم يقف بجانبه بتلقيه ضربة مفاجئة أجبرة الحكام على إنهاء النزال حسين اليوم كان جدا متميز وقدر يأخذ الجولة الأولى والجولة الثانية لكن الحظ لعب لصالح الخصم بضربة حظ أنهت المباراة الحمد لله كنا نتمنى على حصوله على الميدالية ولكن حصلنا على مقاتلين جيدين سيكونون أفضل من المستقبل المقاتلان قدموا أداء جيدا في مشاركتهم ببطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهوى حيث أن هذه المشاركة أكسبت المقاتلين مزيدا من الخبر والاحتكائك ومنحتهما فرصة لتطوير قدراتهم وأمكانياتهم القتالية قصة البطولة الأوروبية مع فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهوى تنتهي بمشاركة إيجابية أكدت خلالها مملكة البحرين على تواجدها في إحدى أكبر التجمعات الدولية حازم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة براغ ألتشيكيا